القيصة تبدأ مع ستيفان بريت ويزر 41 سنة مواطن عادي كان خدام سيرفر في ريستورون ولكن كانت واحد الحاجة تتميزه على أغلبية الناس وهي الحب دياله للفن وليطابله ستيفان كان يمشي بزاف المتاحف والمعارض وكان عزيز عليه يشوف اللوحة الفنية للجميع الفنانة وكل مرة يشوف شي لوحة ما يتمنى تلك اللوحة كانت دياله ولكن ما عندهش الإمكانيات يبقى يشوف فيها وتيمشي بحاله سيبقى بحلاقة حتى الوحد النهار سيقرر أي حاجة عجباته في أي بلاصة سيسرقها و سيضعها عنده و سيبقى دياله بوحده وتم ستيفان سيبدأ يدور المتاحف ديال أوروبا كاملة فرنسا سويسرا ألمانيا كل ما تحفى يدخل ليه سيسرق منه شي لوحة فنية وليش نحت ولا أي حاجة و سيضعها اللوبيت دياله في الدار ديال الموفين كان ساكن و سيضعها و سيضعها و سيضعها و سيضعها و سيبقى دياله بوحده و سيبقى دياله و سيسرقها لم يكن لديه خطة خطيرة كان لديه فقط واحد الموس و سيضعها جيدا و سيضعها في شيء متحف في أوروبا و فرنسا بالخصوص عامرة متاحف بزاف و لكن تجد في أي فيلاج سيقصر رضوهم متحف و لما تحفى في دائرة دياله بزافة شي كثيرا و هو تدور و سيكوريته بطبيعة الحال كان ضعيفة بزاف كان عليه إجبط غير موس ماضي بزاف و سيقطع به طابل ما يريده و سيقوم به و سيضعه و سيضعه للدار و سيضعه و سيضعه و سيضعه و لم يعمر و لا يقفى شيء واحد و لا يحدثه هذا الشي كامل ببساطة هذه نعود لكم هذا القيصر يكون غريبة كيفاش متشتش دغية و لكن دار هذه الشي لسانوات و كل مرة كانت يسرق كانت تزادوا التقاف النفس ذلك السرقة التي تدير لدرجة واحد المرة لقى واحد زربية فيها ثلاثة متر و ديال الطول حيض من واحد الحيط واحد زربية قديمة من إناعات و لاحاق من دوز يا ميطاش ديال واحد المتحف للجردة دياله هبط هزها طافق كتافه و صافي عادي مشادها و انه من شكله هو أن هذا الكلام الذي كانت يسرق ما عمره و ما باع منه حتى شي حاجه و أخا ما كان عنديه الإمكانيات كانت يبغي فان لفن الدرجة يبقى بالجوع و لكن ما يبيع منه حتى حاجة كانت يشد دكشتي وتعلقه في البيت دياله الذي دائما مضلم قال لك باش ما يخصر هذة كلها و تبقى يتأمل في دكشتي و يقول مع راسه أنه وأغنى واحد في العالم سيبقى بحلوك حتى النوفمبر 2021 لكي يدخل الى المتحف ويلقى واحد الآلة موسيقية قديمة بزاف سيتعجبوك سيحاول اسرقها سيديها بدون مشكل ولكن الخطأ اللي يدير هو انه يومين من بعد سيرجع الجردة المتحف ويبدأ يتسارى فيه علاش واش عجبته وحاجة اخرى مما جاليها ولا غير عجبته الجردة ويتسارى ما عرفت ولكن في هذه اللحظة سيشوف واحد سيكوريتا ويعرفوه هذا اللي كان جاء قبل يومين باش يسرق هذه الآلة موسيقية سيشدوه وسيعيد البوليس وهنا القيصة دي سيتعرف الأوروبا كاملة والفرنسا كاملة سيتقريبا سرق 120 تحفة فنية من دول مختلفة مبيناتهم فرنسا سويسرا وألمانيا سيشدوه البوليس ولكن من زخريات الأقدار ليس اللي كان ساكن معها مكانش يتسوق لها مكانش يدها فيها واحد نهار وهو مشدود يلا تشد تشد عليها الدم وشدت جميع ذلك تسرق وحرساته ولاحته في واحد الواد في الواد في الكنساك سيتقل لي هيش حال ساوي هذا الشيء الذي كان سارق 10 مليون دي الأورو 10 مليار تخيلوا معي سيتقريبلا وشيحوه يجب منه وشيحوه لا يتقريبا ويزوم الماء الصافي مشاوه حرفيا يزوم الماء في الواد وبعد المحاكمة سويسرا يعطيه 4 سنين ديال الحبس ويدووزها وفرنسا سيتحاكمه ويعطيه ثلث سنين للحبس وفي هذه المدة سيكتب كتاب الذي يعود فيه على قصة كيفانش كان تسرق هذه المتاحف ومن بعد ما اخرج داز جميع البرامج تلفازة فرنسا يروج الكتاب مزيان وفي جميع تلفازة فرنسا يقول بانه راح بس و بانه نادم على هذا القديم ولكن من امر هذا الشيء سيحصل جوج مرات المرة الأولى يحصلوا تسرق رحويج للباس والمرة الثانية سيحصلوا تحاول يسرق واحد طابله من واحد المتحف وهنا ستيفان سيتعرف بانه مريض بواحد المرض تعيط له كليبتوماني واحد المرض السرقة اللي فيه الانسان تسرق بدون شعور وما تقدش يحبس واخي يكون عنده الفلوس وما يكونش عنده هذه هي القيصة دي لنا وقلوا لي في ناظركم شن هو الحل مع هاد النوع دي الانس اللي بصح فيهم مرض مشخص دي الصريقة واشخصهم كل مرة يشدوه في الحبس ولا كين شي حل اخر؟ قلوا لي في كومنتر